أخيراً وليس أخيراً خلينا نتفق على أنه الإخوان طول الوقت يا جماعة هيعودوا ياخدوا يدوا معاكوا في الكلام يعني مثلاً مثلاً حصل حدث المعدية مثلاً هيجي يقول لك إيه الدولة سايبة المعديات طيب بتبني الكباري والمحاور هي الدولة بتضيع فلوسها عالكباري والمحاور دي طريقة الإخوان خلي بالك دي طريقة الإخوان ده على سبيل المثال الحصري أزيدك من الشعر به طيب افتكر زمان أيام الكورونا شبس تبقى فاهم اللي بيحصل لأنه في الأوقات اللي زي دي الإخوان بيروحوا عاملين ملطمة ويبدأ يسخن ويلعب في دماغك أيام الكورونا مصر هتضيع في الكورونا ومش هيجيبوا اللقاحات ومش هيعالجوا حد وهنشوف الجسس في الشوارع والمستشفيات هتبقى مكتزة ولا نستطيع العلاج ونص المصريين هيموتوا وقالوا كده طيب جبنا بالفعل الحمد لله والشكر لله وفقنا في أن احنا نجيب إيه نجيب اللقاحات بتاعت الكورونا بكل أنواعها تقريبا لدرجة أنه البلد كان نائس تخبط على الناس وذات الصح تخبط على الناس في البيوت تقول له اطعامت ولا لسه التطعيم عربيات وقفة تحت البيوت في الشوارع جوه المولات في مترو الأنفاء عند محطات الأوتوبيس عند المجمعات والمولات الكبيرة كله كله حلو كده تمام الإخوان قال لك قلتوا بضيعوا فلوسنا على اللقاحات ولا إيه أنتوا جايبين بزيادة لا إله إلا الله قل لي أنت بقى ده مثلا هضرب لك مثلا على أيام فيروس سي أنا وغيري من صحفيين كتير تلفزيونيين كانوا ولا صحفيين الصحفة المطبوعة والمقروعة وما إلى ذلك زمان كنا دايما نتكلم على فيروس سي ذلك الفيروس الذي يفتكوا بأكباد المصريين وأنه في كذا ولازم نحصل وبتاعه وإزاي دبقى مصر يتعتبها كده بالطريقة دي في معدلات الإصابة بفيروس سي وما إلى ذلك طيب جوم الإخوان طبعا تحيانوا بقى الفرصة بتاعت إيه الله صحنا داخلين بدأنا بقى تم إبعاد الإخوان عن الحكم الحمد لله والشك ده مفضل ربنا جماعة إرهابية قاتلة يعني بدأ الحديث على وهيعملوا إيه في فيروس سي فعملنا اللقاح بتاع أو الدوة بتاع فيروس سي وقضينا على الفيروس روح إيه لك ده مش هم ده منظمة الصحة وهمت صحة مين ده مثلا فأنت تعالج الفيروس مش عاجبه وإذا كنت سبت الفيروس هو بالتأكيد مش عاجبه هنا بقى خد الخط بتاع الإخوان ده على امتداده في أي شيء على الإطلاق بيعملوا هي فين المصانع نبني المصانع وكانت فيه من زمان هي فين المستشفيات نبني المستشفيات الله هي دي بس عدد المستشفيات حيكوننا عايزين أكتر مثلا عايزين لازم يحصل جماعات وما فيش أي اهتمام بالتعليم الجامعي في مصر يجب أن تبني الجماعات فنبني الجماعات إيه ده وانتوا عاملين جماعات بتعملوا الجماعات دي المين وعشان إيه بلاش العشوائيات العشوائيات لا يبد من القضاء على العشوائيات إن هذا النظام لا يكترس للفقراء والله العظيم كان يقوله كذلك بزرط لا يكترس للفقراء إنهم مش عارف إيه حباز لنبزازة كل الكلمة الفارغة اللي بيقود يقولوه والجمل الملعبكة اللي بيقولوها واستخدام كده مصطلحات شديدة الغرابة جاهليين يعني فيتعمل القضاء على العشوائيات الخطرة ويتم نقل الناس لأماكن حلوة وجميلة ونظيفة وعمرات ومبنية ومتشطبة ومفروشة إنهم يهجرون المصريين الفقراء قصريا من أماكنهم 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 إيه أماكنهم المفضلة الأماكن التي نشأ أوطر يا جماعة دي كنت تعيشها يا جماعة ده على سبيل المثال بلاش فجأة تلاقي كامعاي الإخواني اختفى حلو فيجي يقولك إيه الاختفاء القصري للمناضل المجاهد البطيخة فلان الفلان حلو نكتشف إن الواد في داعش مثلا في سوريا كان زمان ولا في العراق ولا ونعلن إن الواد وفي جرائد تكتب إن الواد موجود في داعش وبتاعه ده مش بس جرائدنا والجرائد برة فيجي يقولك إيه هيعمل إيه اضطر يروح داعش هربا من النظام يا ابني اللزينة انت قلت إن مختفي القصري طلع الواد في داعش فلما راح داعش بقى هربا مننا إيه ده بقى ترجمة نانسي قنقر